اشتركوا في القناة من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية يا غني اغننا عن الناس أجمعين اشتركوا في القناة الشاطبية التي جمعت القراءات السبع للقرآن الكريم في أكثر من ألف بيت كان كفيفا منذ الميلاد لكن ذلك لم يمنعه عن تحصيل العلم بل والنبوغ فيه هو الإمام الشاطبي في مصر أرض المجددين إمام أهل القراءة وصاحب حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع التي لا يجوز لقارئ من القراء إلا أن يحفظها كان مشروعه التجديدي كيف يحول العلم إلى نظام معقد من الترميز نستطيع به حفظ ما يمكن أن يتشتت علينا بغير ذلك وقد كان فكانت منظومته حرز الأمان ضابطة للعلم الذي قد يكون مستحيلا بدونها رحم الله الشاطبي كعلامة فارقة في تاريخ التأليف الإسلامي فضيلة العلم الجليل وسيد دكتور علي جماع أهلا وسهلا محضرتكم أهلا وسهلا بكم أهلا بكم دكتور في رحلتنا في مصر أرض المجددين أتوقف إن شاء الله النهاردة عند الإمام الشاطبي أرجو من فضلتك تلقي لنا الضوء وتعرفنا أكثر وتقربنا أكثر من المشروع التجديدي ومفاتيح المشروع التجديدي للإمام الشاطبي رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشاطبي دفين مصر هو أصل من شاطبة في الأندلس ولد بها وتربى فيها ثم رحل إلى الأسكندرية وتتلمذ على الحافظ السلفي والحافظ السلفي كان إمام الدنيا في الحديث الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كان رجلا أعجوبة يعني مصر دي الحقيقة فيها فيها كنوز من ضمنها الإمام الشاطبي ده لأن الإمام الشاطبي كان رجلا صالحا وكان رجلا من أهل القرآن وكان رجلا من أهل العربية وكان رجلا من أهل الحديث وكان رجلا ورجال قليل فربنا من علينا بأن هذا الرجل يعيش وتعلم وينظم منظومته في القراءات وهذا هو مشروعه التجديدي أن لا ينسى الناس أبعاد القرآن يعني هو مشروع علمي أدبي توثيقي عجيب غريب بعض الناس عندما نشرح لهم ما سوف نذكره لا يصدقون لا يصدقون أن هذا وقع وحدث وشغال ديله الإبام الشاطبي رحمه الله تعالى مات خمسمية وتسعين خمسمية وتسعين والنهار ده ألف أربعمية تلاتة واربعين مثلاً ولا حاجة يعني شوف الزمن ده كل ده أكثر ثمنمية تسعمية سنة أتى بكتاب التيسير للداني في القراءات السبعة القراءات دي إيه القراءات دي عبارة عن أن القرآن نزل على سبعة أحرف فنتج من اختلاف قراءة عن قراءة هي سبع اختلافات التقديم والتأخير زيادة ومقصان النحو والأعراب وكده إلى آخره سبع اختلافات نتج من السبع اختلافات دي ما يسمى بالقراءات العشر القراءات العشر منها تلاتة شبيهة بما هو جوا السبعة فاجه بعض الأئمة زي الإمام جاهد لما ألف ألف في القراءات السبعة لأن التلاتة جواهم يعني ينفع دي جونه جواهم فنكتفي بالسبعة لما عمر بن الخطاب ذهب إلى سيدنا رسول الله مع هشام يقول له رسول الله شوف يقرأ القرآن غلط قالوا لا هكذا نزل وهكذا نزل فبدأ هنا فكرة أن القرآن لم ينزل مرة واحدة ده القرآن له سبع قراءات عشر قراءات متواترة كل قراءة بتفصل القراءة التانية كل قراءة بتديك بنص واحد مساحات مختلفة من التطبيق والقراءات كلها محفوظة فلما المسلمون بيقولوا ده القرآن محفوظ كان ينبغي نوم يقوله عشر مرات بالعشر قراءات بالعشر قراءات ايه المشروع التجديدي بتاعه القرآن ده محور حضارة المسلمين منه الانطلاق اليه العودة له الخدمة به التقويم ادي معنى محورية محور يعني ايه يعني الاربعة دول يعني بنخدمه بننطلق منه بنجعله معياراً للمقياس للقبول والرفض للبناء والإحجام للإقدام والإحجام بنجعله محوراً لحياتنا يقولك ايه هي محور حضارة المسلمين تقوله القرآن الكريم فالقرآن ده من الله على المسلمين أن حفظوه بالعلوم يعني علم التوثيق علم القراءات علم الأسانيد علم يعني علوم مجموعة من العلوم حفظته بس بطريقة علمية على أعلى ما يكون الكلام ده لما تقرى كتاب التيسير لأبي عمر الداني تلاقيه نسر كده ورا بعضه فالشاط بيجيه وعملوا نظم عملوا شعر طب سهلة واحد حول الكلام اللي موجود بين النسر عنده ملكة شعرية حلوة فرحوا عملوا ألفية أكتر من ألفية كمان يعني 1174 بيت مضبوط يعني ألفية وشوية فرح عمل حرز الأماني ده وعملوا لامية يعني أخيرها لام طب ماشي برضو كل الحاجات دي ما فيهاش إيه الإبداع قوي الإبداع التجديد قوي الكذا إلى آخري عمل إيه قال لي اختعاله أنا عندي كم قارئ سبع كل قارئ الحقيقة في الواقع روى عنه رويان مضبط يبقى 2 في 7 بكام ب14 نفع حفصة عن عاصم ورشة عن نافع طيب سبعة واربعتاشر يبقى كام 21 سبعة واربعتاشر يبقى 21 قال طيب أنا هدي رمز لكل قارئ من القراء الواحد وعشرين نافع اللي بيقرأ عنه ورش وقالون يبقى نافع ده هدي له إيه مثلا ألف طب ورش ورش مثلا ده مثال بس يبقى به وقالون يبقى جيم مضبوط المتفرع منه أو الأخذ منه القراءة آه مثلا بذول التلات حروب بتوعة الزهن طيب ورش نافع ومين كمان في عاصم دع خد منه مين خد منه حفصوا شعبة يبقى مثلا احنا قلنا إيه ألف بهجيم دال ههو جعلت أباجاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولى أولى فرح زاكر كل الواحد وعشرين واحد دول وبعد ما زكرهم قال إيه بقى أنا جبت الأبجة دي أبجة هواس حطي كلام صعفص قرش اتخذوا انضضغ دول ثمانية وعشرين خلت منهم واحد وعشرين الأولانيين كل حرف لكل إمام جعلت أباجاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولى أولى يعني الأول هنا يبقى الأول هنا الثاني هنا يبقى الثاني هنا الثانية هنا يبقى الثالث هنا أبجة هواس حطي كده عشرة كلا منصع فسق يبقى كده عشرين قرشت القاف الراء بمتين فإذا إيه ده جعل الأبجة دية على الأئمة عطل كل إمام حرف وبعدين بعد ما عمل كده يعمل إيه ومن بعد ذكري الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواوي فيصالة يعني هيجيب الواوي فيبقى بدأنا كلام جديد وكل قارئ هقولك القراءة بتاعته إيه أول ما تشوف أول حرف تعرف أنه ده أنت ده مين ده ألف يبقى نافع على طول ما عارفين ألف نافع طيب ده ابن كثير يبقى الحرف الفلاني طيب يبقى وهكذا فأنت هتحفظ راحت وعشرين حرف وتعرف كل قارئ اسمه إيه في الحرف ده والقراءة بتاعته يذكرها لك في المنظومة بتاعتك خلاص أنت كده عرفت القراءات السابعة بإنك أنت حفظت المنظومة دي فالولاد عندنا في معهد القراءات يحفظوا المنظومة دي خلاص عرفوا القراءات السابعة 1174 بيت 1174 بيت ويقعد يدندن فيها كده ولما يدندن فيها يفكه يقولك آه ده هنا إيه هنا جيم يبقى مين القارئ فلان يبقى ده القراءة بتاعته هي قال يخادعون ولا يخدعون قال يكذبون ولا يكذبون قال وكل حاجة بقت موجودة ده لو حد قال لي أنا هعمل كده مش هصدق بس في الحقيقة إن الشببية حفظينها الناس لغاية دلوقتي صحيح وما تبقاش قارئ إلا إذا حفظت الشببية دي لأنك على طول حتى لو تداخلت أي حاجة في ذهنك تستدعي البيت بتاعها طبعا فلو تستدعي البيت بتاعها تعرف مين اللي قال واتفقوا في إيه واختلفوا في إيه طب مولانا أساسا فطلتك أخرج لفاصل بعد الفاصل عندي سؤال تعجبي إزاي حقق الإمام الشطبي هذا العلم وهو كفيف إزاي اتطلع على كل هذه المعلومات وكيف أصبح موسوعي وهو كفيف يعني أرجو حضرتك اللي إجابة بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله شكرا جدا أرجوكم خليكم معايا قد لا تلتفت له وتعتقد أنهم مجرد مسجد كباقي المساجد الأخرى خاصة عندما تكون مترجلا أمام روعة كورنيش مدينة الإسكندرية الساحرة ولكن هذا المسجد الصغير له مكانة ومقام خاص فبين جنباته مقام الإمام الشاطبي قدوة الطوائف وشيخ الصالحين نعم فأنت في رقعة مباركة وفي مزار ديني هام لكل من تعلق قلبه بحب الإمام الشاطبي الإمام رضي الله عنه وارضاه وطبعا اسمه محمد بن سليمان بن عبد الله المعافري الشاطبي سكن هذه المنطقة وسميت المنطقة نفسها على اسم الإمام الشاطبي فالمنطقة كلها اسمها منطقة الشاطبي ودفن في هذا المقام العامر هو مقصد للناس في الداخل وفي الخارج فهو مكان معمور يعني يعني يقصده كل أهل التصوف وكل محبي أهل الله والعديد من سكان المنطقة حارصون على أداء صلواتهم بداخله بشكل يومي حبا في سيرة الإمام العطرة مرحب بحضراتكم مرة أخرى وبجد الترحيبي من فضيات العالم الجليل السوس دكتور علي جمع أهلا بكم مولانا أخرى بكم أهلا بسهلا بكم كل ما تقدم والشاطبية وهذه الموسوعة والألفية وعلوم القراءات وهذا التصنيف الرائع للقراءات السبعة وما فيها من قراءات أخرى كل هذا وكان الإمام الشاطبي كفيف منذ الولادة سؤالي لحضرتك كيف تحصل على كل هذا العلم؟ أولا لأنهم كانوا يهتمون بأركان العلم الخامسة الطالب الأستاذ أفيش حاجة أنه هو يروح يقرى الوحد وكده أو يسمع الوحد ويكمل منمخه لازم يكون فيه أستاذ تعلم على إيد علماء المنهج الكتاب كان فيه كتب معتمدة ومعمولة من أجل التدريس زي ما هو عمل كده عمل كتاب وحيد فريد شريد حاجة حلوة أوي اسمه حرز الأماني ومشي فيه على هذا النمط الغريب العجيب الذي قلد بعد ذلك يعني إحنا عندنا إمام الأئمة شمس القراء الإمام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري عمل كده في طيبة النشر بس هناك بقى في 800 وشوية لكن ده في 500 وشوية في 300 سنة بالظبط يعني تريد كان الإمام الشاطبي هاجر من الأندلس من أجل أن يصل إلى بلد أكثر علما أكثر تقوى أكثر صلاحا فجاء مصر ونزل الأسكندريكا ما قلنا إذن كان الإمام الشاطبي لا يراه أحد ويعلم أنه ضرير إلى الدرجات هذه؟ إلى هذه الدرجة كان شيء يعني تحكى له روايات وحكايات والمساحة بتاعت الوقت معنا كنا يعني نعمل الحلقات كلها عن إمام الشاطبي ما كانوش يحد يائع في خالص أنه ضرير هو قاعد معنا أبدا ما يعرفش إلا إذا أخبر إلا إذا أخبر بأن ده ضرير ضرير إزاي إذا كان لما دخل فلان قاله تعالى يا فلان فربنا يسحب من حتة ويدي حتة نقدر نقول أن مفتاح مشروع الشاطبي التجديدي كان النظم الرمزي النظم الرمزي ده فكرة جديدة فكرة عجيبة فكرة تضع التكستوبوك التكستوبوك ده مهم جدا في الجامعات وكذلك كانت حرز الأمان مهمة جدا لدراسة القراءات على أعلى مستوى وأضق مستوى ولذلك فهي بقية إلى يومنا هذا طبعت شرحت حفظت درست قررت وهي من أجل صلاح هذا الرجل فكان مشروعه التجديدي هو نمط أداء المعرفة عارف المنهج الجديد للمعرفة المنهج الجديد للتعديم يقولك ده في طريقة برايل مثلا طريقة برايل مثلا هو برضو اللي اخترع القراءات آي و هذا تجديد ده في الحتة دي فده كان الإمام الشاطبي بالنسبة للعلوم وكان موضوع هذا القرآن الكريم ومازال أصر موجود حتى الآن في مصر على طلاب العلم وطلاب القرآن الكريم والقراءات في مصر حتى اليوم في مصر وفي غيرها من محيط لا من طنجا إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا يعني كان هذا الكتاب كتاب أساسي وما زال بيمثل كتابا أساسيا إلى يومنا هذا بطريقة جديدة وما زالت طريقة عجيبة غريبة إلى يومنا هذا وحفظ على الأمة قراءتها وحفظ على الأمة علمها وحفظ على الأمة كتابها نعم طب علماء عصر يا مولانا ازاي يرأوا هذه الطريقة الجديدة منبهرين وكانوا يحبوه لأنه كان رجلا صالح وكان صاحب كرمات وكان له مسجد يعمل فيه مقرأة فيجلس طبعا هو ضرير فيأتيه الطلاب فالطلاب هم أتين وعملين حلقة كده وحواليه هو تابي يبدأ من اليمين تيامنوا النبي عليه السلام بيقول تيامن فكان يبدأ من الولد اللي قاعد أول واحد ده يمين وبعدين التالي في التالت في الرابع هكذا تمشي يقرأ للحصة اللي عليه ويصحح له كده إلى آخره ففي اليوم ده الجلسة قعدت وبعدين الشيخ قال التاني يقرأ فالأول يعني خطف نفسه كده وأنا عملت حاجة أولي بتاع فكر كده لأ روح الجنوب وعايز يغتسل فقام ثلت نفسه من الحلقة وخرج راح اغتسل ويجه كان التاني أرى والتالت أرى الرابع أرى فلما جهه عنه قال الأول يقرأ يا سبحان الله فأمثال هذا التوفيق هذه الشفافية ولا كان ولي زي ما البعض بيعط قد الولي هو إيه وهو ولي يعني قريب من الله فربنا بكرمه ماهو كرامة جاي من إيه إنه ربنا أكرمه يعني المعنى بتاعها كده لكن حاجة زي كده بتؤثر كثيرا جدا فيه حتى الطلاب صحيح الراجل ده راجل مبارك الراجل ده قريب من عهد بربه الراجل ده من أهل القرآن من أهل العربية من أهل العلم من أهل التقوى فبتؤثر كثيرا لما هذه النمازج تبقى موجودة في وسط الناس طبعا أنا شاكر جدا لفضلتك في الدكتور هذا الإبحار في شخصية الإمام الشضبي شكرا جزيلا لخضرتك ومشروعه التجديدية لأن الراجل ده الحقيقة عمل حاجة فريدة لم تكن من قبل أكيد أنا أشكر عليك شكرا جزيلا أهلا وسهلا شكرا موصول لحضرتكم المشاهدين الكرام وإلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة التنمر على الآخرين تنمر الزميل على زميله في المدرسة أو في العمل أو في الجيرة مع الجيران التنمر والسخرية نهى الله سبحانه وتعالى عنها لا يسخر قوم من قوم فالتنمر حرام شرعا يجب عليك أن تتركه لوجه الله حتى تنال رضاه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا يا رب أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا غفار يا وهاب يا كريم يا قهار يا من بيده ملكوت السماء والسماوات والأرض إنك على كل شيء قدير يا رب استجب دعاءنا واجعلنا مع الصالحين